سهلاً بكم جميعاً اليوم وصلنا هذا الخطاب من وزارة الرياضة مع هذا الصندوق كذا والغلين نقول البوكس أو نقول الباكيجينج يحبون كلمة الباكيجينج الجيل الجميل الجديد من وزارة الرياضة اللي هو يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير على جهودكم مميزة في التغطية الإعلامية لأنشطة وبرامج وزارة الرياضة مع تحيات عادل الزهراني ووكيل الوزارة لإعلام والتسويق عطانا شيء أنا أول مرة أشوفه أنا معرف إذا هو أصلاً من أول ينعمل وإلا لا عشان ما نظلم السابقين ولا نجحد مجهودهم ولا حتى نظلم اللاحقين إذا فيه يعني لاحقين ونقول إنه ما قد صار بس أنا ما قد شفته يعني ما قد وصلنا التقرير الإعلامي لوزارة الرياضة عشرين ثلاثة وعشرين وين يذيبان وين نروح هنا طيب اللي عجبني في هذا التقرير الإعلامي فيه رصد كامل لكل الأنشطة اللي سارت هالعام رصد مصور كل الأنشطة في وزارة الرياضة في كل الألعاب في كل الألعاب في كل الرياضات أرقام أيضاً لمواقع التواصل الاجتماعي أرقام لعدد المشاهدات الفيديوهات الندوات اللي صارت شي مصور جميل بصراحة عجبني جداً جداً ليش عجبني؟ لأنه هذا مرجع صحيح ما في داعي ترفع سماعة وتدور وتكلم وتتصل كتاب وبعدين أنا أحب الشغل الراهي صراحة الورق محترم جودة محترمة في الورق وفي حطيلك الكود هنا هذا الشغلات ترى حلوة وجميلة والوصول للمعلومة لما يكون سهل وبسيط بالأرقام أيضاً شي ملفت مرة عجبني الموضوع جداً وبعدين هذه الحاجات تقتنى يعني ممكن تخليها عندك أنت لسنوات وننتظر تقرير الله يعطينا العمور بالصحة والعافية نشوف 20-24 ما أعرف إذا فيه في 20-22 كان فيه أو لا أو 20-21 بس أنا هذا وصلني اليوم ومرة عجبني وهذا حيكون في مكتبتنا هنا داخل القناة لأنه مرجع مهم لبعض الأنشطة وبعض الأرقام اللي أنت تحتاج تشوفها يعني مثلاً زي رالي دكار يقول لك عنده 412 منشور عليها أكثر من 6 مليون أو 160 مليون وصول لها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني عارف أرقام حلوة عشان أنت كما تعرف الرياضة اللي أنت جبتها قديش كانت نسبة المشاهدة والإقبال عليها يعني مثلاً السوبر الأسباني 102 مليون وصول لمواقع التواصل الاجتماعي هذا يعطيك كمان وش الفعالية لتعمل لك زخم وش الفعالية لتعمل لك مشاهدات وأرقام أرقام وشكراً صراحة حبيت يعني بداية الحلقة أشكرهم على هذا التقرير الإعلامي السنوات تمنى أنه يكون مستمر وموجود ولا يتوقف يعني مرجع مهم